السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن في هذا الفيديو الجديد سوف ننجز نشرة الثالث صفحة 83 أنجز ملفا حول استهلاك الأسماك في بيئتنا المحلية أعد بطاقة بها أسئلة مرتبة تساعدني على جمع المعلومات وتنظيمها مثل هذا النموذج السؤال الأول ما نوع السمك المستهلك أكثر يعني السمك الذي يستهلكه الناس أكثر ثانيا هل إنتاجه موسمي أم يتوفر طول السنة يعني أن هذا النوع من السمك هل يتوجد فقط في فصل الصيف أم في فصل الشتاء أم في فصل الربيع عام الخريف أم أنه يتوفر طول السنة ثالثا ما كلفته يعني هل كلفة مرتفعة مناسبة منخفضة إلى غير ذلك رابعا ما وتيات استهلاكه يعني هل هو يستهلكه الناس يوميا أسبوعيا شهريا إلى غير ذلك سؤال خامس ما مناسبة استهلاكه هل يستهلكه الناس كعذاء يومي أم كوليما في المناسبات إلى غير ذلك سادسا ما أماكن إعدادي يعني هل هذا النوع من السمك هل يتم إعدادي في المنزل في المطعم في السوق إلى غير ذلك سؤال السابع ما نوع طهي يعني كيف يطهى هل تقليدي أم عصري سؤال ثامي لأي هدف يتم تناوله يعني هذا النوع من السمك هل يتم تناوله للتوازن الغذائي أم لمواجهة مرض معين تاسعا هل تتخذ في بيعه أو تهيئه احتياطات احتياطات مثلا كالنظافة الجودة الطاهي إلى غيرها من الاحتياطات كما يمكن إضافة عدة أسئلة أخرى أم الاكتفاء فقط بهذه الأسئلة كما نلاحظ جانبه مجموعة من الصور الوثيقة الأولى تمثل سمك معلب الوثيقة الثانية تمثل سمك في الفرن كما أظن أن الوثيقة الثالثة تمثل فواكه البحر الوثيقة الرابعة تمثل سردين مشوي ثم الوثيقة الخامسة تمثل سردين مقلي بنسبة أسئلة المرافقة لهذا النشاط الثالث أنجز ملفا حول استيلاك السردين في محيط بتطبيق هذه البطاقة ثانيا أبحث عن أسماء الأطباق السمكية الممثلة في الوثيقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة والخامسة ثالثا أسأل رفاقي عن أطباق سمكية يفضلونها وعن أسباب ذلك إذن بالنسبة للبطاقة أولا نوع السمك المستهلك أكثر هو سمك السردين ثانيا إنتاجه يتواجد طول السنة ثالثا كلفته مناسبة لجميع الفئات رابعا وطيرة استهلاكه يتم استهلاكه مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع خامسا مناسبة استهلاكه يستهلك كغداء يومي بالنسبة لأماكن إعداده فيتم إعداده عادة في المنزل نوع طهيه تقليدي ثامنا يتم تناول سمك السردين التوازن الغدائي أما بالنسبة لبعض الاحتياطات التي تتخذ في بيعه فالجودة والنظافة سؤال الثاني إنجاز ملف حول استهلاك السردين في محيطه يعتبر سمك السردين من بين الأسماك الأكثر استهلاكا بمحيطه لكونه يعد من أحسن وألد أنواع الأسماك على الإطلاق علاوة على ثمنه الرخيص مقارنة مع ساعر أنواع الأسماك الأخرى ويصل استهلاك بعض الأسر لسمك السردين إلى أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع وعند بعض العائلات يعد هذا الطبق الأكثر استهلاكا وخاصة في شهر رمضان وتتعدى الطرق إعداد السردين وطهيه وتختلف حسب الأدواق والعائلات فهناك من يفضل تناول سمك السردين المشوي الذي يوضع مباشرة على المشوات وهناك أيضا من يفضله في الفرن وهناك بعض الأسر أو بعض العائلات التي تفضل أكل سمك السردين مقلي في الزيت دون أن ننتج السردين المعلب الذي يعتبر أسهل وجبة كما يمكن إعداد سمك السردين في البيت أو شراؤه مجهز في المطاعم والأسواق ويتم استهلاكه كغذاء يومي أو كواليم في المناسبات نظرا لفوائد العديدة فسمك السردين يحتوي على الكالسيوم والبيتامينات والفوسفور التي تساعد على تقوية العظام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة